اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واستخدموا الاخشاب واستخدمنا ايه كمان في النحت هاي بروف عليكم سمع حد بيقول لي كمان البلاستيك فيه ناس بتقول ان المواد اللي تصنع منها في العصر الحديث مواد مختلفة زي الخشب والحديث والبلاستيك والمنحدات دي بتعبر عن مستجدات العصر الحديث طب عايزين بقى نخطط عشان ننحى التمثال يا ترى هنعمله ازاي اول حاجة الحيوانات اللي انا عايزة اعمل حتى التمثال على شكلها تعالوا نفكر نعمل تمثال على شكل ديناسور طب جسم الديناصور خصائصه ايه اكيد كلنا عارفين الديناصور جسمه كبير وراسه كبيرة طب تعالوا بينا بقى هنرسم شكل لتمثال الديناصور الديناصور كنا كلنا عارفين عنه انه هو حيوان متوحش بياكل الكائنات دي الصورة اللي احنا وقدينها عنه بصوا قدامك هنا هتلاقي راسه كبيرة وجسمه كبير طب يا ترى بقى المفروض ان احنا هنبتدي نعمل ايه اول حاجة نشوف حدد الادوات اللي هنستخدمها سلصال اسلاك مواد لاصقة طب ليه احنا اخترنا الادوات دي اخترناها لان هي مواد سهلة الاستخدام وسهل ان احنا نحضرها طب ايه المواد اللاصقة المستخدمة ممكن استخدم غيرها وماء هل المواد دي كانت فعلا فعالة في اللاصق ايوة بتلزقلي بشكل كويس طب ايه الرسالة اللي انا عايز اوصلها عايز اقوله ان بعض الحيوانات كانت كبيرة الحجم جدا ثم انقرضت بعد ذلك طب فيه حاجة ممكن اغيرها في التمثال بتاعي وليه انا هغيرها انا ممكن في التمثال بتاعي اخلي الجسم اكبر من كده لان كلنا عارفين ان الديناصور كان جسمه كبير جدا او اللي احنا سمعناه عنه عشان يدل على شكل الديناصور الحقيقي دين بقى لما نيجي ننفذ التمثال بتاعنا دا حبيبي عايزين نركز على اننا بنشتغل في مجموعة وان احنا هنشارك بعض في الافكار مع المجموعة بتاعتنا وان احنا هنحدد اهداف مشروعنا ونسمع اراق بعض ونحترمها عشان نتعلم طبعا العمل فيه جماعة عشان نطلع مشروعنا دا اولاد مشروع ناجح وشكله جديد